التقى محافظ محافظة تاعز نبي الشمسان بالدكتور أبو ذر القندي مدير عام مركز القلب والأوعية الدموية ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة دكتور عبد الرحمن الصبري في خطوة تهدف إلى تعزز الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية للأطفال المصابين بعيوب خلقية تناول الاجتماع مناقشة مشروع إصلاح العيوب الخلقية في القلب ليد الأطفال والذي يعد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين قودة الحياة للأطفال المصابين بهذه الحالة وقد حضر اللقاء كل من مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة نبيل جامل ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالي وشدد المحافظ في الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الصحية لإنجاح هذا المشروع مؤكدا أن تحسين الخدمات الصحية للأطفال تعد أولوية قصوى كما استم استعراض الخطوات المقبلة لتنفيذ المشروع مع التوقيع وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهدافه يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الختمات الصحية في المحافظة والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الصحية التي تعاني منها المحافظة